نشرت صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية تقريراً جاء فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض معركة جيو سياسية بالتوازي مع حربه العسكرية في أوكرانيا باستخدام الغذاء من بين أهداف تقسيم المجتمع الدولي وتوسيع نفوذ بلاده في الدول النامية كما جاء في التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة وليام مولدن أن موسكو نشرت قبل أيام من غزوها لأوكرانيا سلسلة من الإنذارات البحرية التي طوقت أجزاء من البحر الأسود قرب سواحل أوكرانيا التي تعد أكبر مصدر لزيوت الطهي وللحبوب في العالم وأشر مراسل الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولين غربيين وأوكرانيين يرون أن الخطوة والخطوات اللاحقة التي اتخذتها روسيا فيما يتعلق بالموانئ الأوكرانية أو الاستيلاء عليها وتدمير البنية التحتية الزراعية والاستيلاء على أراضي المزارعين ونقل القمح الأوكراني للبيع في الخارج هي جزء من معركة جيو سياسية تخوضها روسيا بالتوازي مع حربها العسكرية ترجمة نانسي قنقر